إن وعد الله حق فلا تغرونكم الحياة الدنيا ولا يغرونكم بالله الغرور ولا يغرونكم بالله الغرور أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لامين تلك آيات الكتاب الحكيم قدا ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهيم وإذا تتلى عليه آياتنا ولا مستكفرا ولا مستكفرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم خلق السماوات بغير عمدها ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وابت فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم هذا خلق الله هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين ولقد آتينا لقمان الحكمة أن يشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهنه وفصاله في عامين وفصاله في عامين أن اشكر لي ولمالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تقعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إليه ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كانتم تعملون يا بني إنها إن تكوا بطال حبة من خردر فتكوا في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وامهى عن المواكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ولا تصعر خدك للناس ولا تنشي في الأرض ما رحى إن الله لا يحب كل مختال فخور واقصد في مشيك واقصد في مشيك واقضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسفق عليكم لعمه ظاهرة وباطنا ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير ولا كتاب منير وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل اتبعوا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالغروة المسقى وإلى الله عاقبة الأمور ومن كفر فلا يحزنك كفرا إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا إن الله عليهم بذات الصدور نمتعهم قليلا نمتعهم قليلا ثم نضرهم إلى عذاب غليط ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون إلا هما في السماوات والأرض إن الله هو الغني الحميد ولو أن ما في الأرض من شجرة نقلم والبحر يبدو من بعده سبعة أبحر ما نفلت كلمات الله إن الله عزيز حكيم لا خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدا إن الله سميع بصير ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى وأن الله بما تعملون خبير ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته إن في ذلك لآيات لكل صفار شكور وإذا غشيهم موج كالظل لدعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور يَا أَيُّهَا الْنَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ وَاخْشَوْ يَوْمَا وَاخْشَوْ يَوْمَا لَا يَجْزِي وَالِدٌ عَوْوَلَدِهِ وَلَا مَوْلُودٌ وَجَازِلْ عَوْوَلِدِهِ شَيْئًا إن وعد الله حق فلا تغرونكم الحياة الدنيا ولا يغرونكم بالله الغرور إن الله ويندم علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير